أنا مثل ما اللي تكلمه أنهم أقالوا المدرب ما بأنه يعني عندهم كان رأي أنه خلاص يقيلون تكلم عن أروابارينة أنه بأروابارينة هو الأنسب والمتاح أنا أقول هو المتاح مش الأنسب هو المتاح الحين اللي موجود لكن أيضا في مش مناسب أروابارينة؟ والله يشوف ما تقدر تقول الحين هو مناسب ولا لأن الفترة بسيطة يعني كان أنا أتمنى أن نستنى الفترة مع مدربي موجودين مثل العنبري مثل مهدي مثل زيد ممكن أن تأدي الغرض في يوم مهدي موجود عندنا دي كيف؟ اليوم سمعنا أنه ممكن يعني مهدي يكون متاح العنبري متاح يعني أنت ما تريد اليوم مدرب يعني هو يقول لك أنه هو عنده يعني الرغبة عنده الرغبة وكيف وحنا أيضا عندنا الرغبة أن نوصل لمواصل لكن هو المتاح هو المتاح نحن على فكرة توصلنا بعد في فريق عداد البرنامج مع الأخوان في نادي شباب الأهلي ونفع أن يكون هناك أي قرار رسمي يتعلق بمستقبل الكابتن مهدي علي مع فريق الكرة في نادي شباب الأهلي وهو يقارن أيضا أنه أيضا مثلا تاريخه في الوصل وإحنا اليوم منتخبنا يريد مدرب قريب منه الفترة هذه وبعدين كابتن عندك وقت تختار مدرب للفترة القادمة لأنه خلاص الفترة القادمة وعادل إذا أنت بعد تبدل 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 ما تدخل في متاهات صاح أو لا وليش تاخذ من مدرب لمدرب معقد يعني هذا أحسن أن أنت تتم بين مدرب ومدرب معقد مدرب مدرب معقد ولا تحط خطة تعمل وتحط مدرب من البداية تشتغل معه ممتاز يعني بس أنا أقول أن هذا المدرب هو المتاح بس مش مدرب المرحلة